يبقى ربنا سبحانه وتعالى ربنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حاصل؟ قال له قل أمانت بالله ثم استقم وما تسألش حدثين يعني هي دي خلاصة القصة وزيك الله سبحانه وتعالى يقول لحضرت النبي فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت وكان الاستقامة هي أوسع أبواب النجاة وكمال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الذي رواه أبو أمام الباهلي رضي الله عنه عن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا استقيموا ونعما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن عشان كده مصرين كان عندهم دايما بيقولوا عبارة كده ليها أثر عجيب على حياتنا يقولوا إيه امشي عدل يحتار عدوك فيك يعني إيه إن الاستقامة تحير المؤذين فإذا كنت أنت عايز تكون في حصن خليك مستقيم فتكون النصيحة مهمة إن لو حد خايف من الوقوع في الغلط أو إن حد يئذي إيه اللي حاصل؟ تحصن بالاستقامة زي ما الناس دي قدتها هتحصنوا بالاستقامة من إنهم يسيبوا العمل الأخرق وعدم الاستقامة تغرقهم فالاستقامة بتناجي الإنسان من المخاطر وعشان كده الاستقامة تبقى طريق للوصل بالله سبحانه وتعالى ودخول الجنة والدخول في زمرة الأنبياء عشان كده مولانا سبحانه وتعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخر ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم يا الله كل ده تعملوا الاستقامة لا الاستقامة تعمل أكثر من كده الاستقامة تعمل راحة الاستقامة تعمل حالة من حالات تجليل القلب الاستقامة تعمل وسع الاستقامة تعمل بركة لأن الوقت بتاع المستقيمين ببركته لكن الناس مشتتين الناس اللي ما بيعملوش ما يرضي الله طول الوقت تلاقيهم حيرنين تعبنين مش قادرين يكملوا